لكن فكرة الصلب ما هي وليدة المسيحيين يعني عم بقتبسها أنه شيء كان موجود في فكر الله من قبل تأسيس العالم يتكلم عن الحمل ويتكلم عن الفداء قبل تأسيس العالم لكن برضو الرب كمان يعني أعطانا إشارات ونبوات في العهد القديم يعني صليب المسيح لم يبدأ فقط منذ الزمان لكن فكر تقديم المسيح نفسه على الصليب هو فكر أزلي يقول الكتاب المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلعيب بطرس يقول عن المسيح أنه كما من حمل بلعيب ولا دنس دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم فلم يكن وليد الصدفة يعني مش كأن الله قرر حاجة في الزمان أن يفضل الخطاط الأثمين فاختار قصة الصليب لا الصليب له جذور أزلية اللي عاوز أوضحه أنه كمان ما هيش قضية أخلاقية مثل مثلا سقرات يعني مات مشان القيم والأخلاقيات العالية اللي عاشها وبعدين يا حرام قتلوه يعني فكرة الاستشهاد لا هو جاي لك يموت طبعا هو الصليب له جانبان الجانب الأول متعلق بالتكفير عن الخطايا لكن هناك جانب لا علاقة له بالخطيئة هذا الجانب هو تحقيق مشروع الله الأزلي إيه هو مشروع الله الأزلي الله الآهب يريد أن يأتي بأبناء إلى بيته الأبدي على شبه المسيح كيف يستطيع الله أن يأتي بأبناء شبه المسيح يسكنونه بيته الأبدي إلا على أساس أن يبعت المسيح كحبة الحنطة البذرة الأصلية وحبة الحنطة تأتي وتقع في الأرض وتموت لكي تأتي بثمر فالجانب الآخر لموت الصليب هو وسيلة لكي يستطيع الله أن يأتي بثمر شبه المسيح شبه الحبة الأصلية التي ذرعت التي دفنت وماتت مش بس لتكفير عن الخطيئة اشتركوا في القناة